قتل 12 عاملا في حقل النفطي الشرقي سوريا وأصيب اثنان آخران جراء اعتداء استهدف ثلاث حافلات كانت تقلهم وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا الجمعة وكشفت الوكالة عن استشهاد 12 عاملا وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء إرهابي استهدف ثلاث حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي في دير الزور ولم تحدد وكالة سانا طبيعة الاعتداء أو الجهة التي تقف خلفها